موسيقى عزرة يعني معين كاهن ومصلح هذا الرجل أعاد بناء الهيكل نحمي أعاد بناء أسوار أوروشاليم عزرة مهدت طريقة لإصلاح الحياة الروحية في إسرائيل استرداد وإصلاح نحمي أعاد بناء الأسوار والحكمة في أوروشاليم في الواقع لا يوجد سفر بقلم زارو بابل وهو حفيد الملك المتحدر من سلالة داود إذن نجد ثلاثة شخصيات هنا زارو بابل، عزرة ونحمي زارو بابل هو من رد الحياة الاجتماعية إلى إسرائيل هذا كان دوره ثم جاء عزرة ورد الحياة الروحية إلى إسرائيل ونحمي جاء لكي يرد الحكم إلى إسرائيل كان لدى الله حلم عظيم فجمع العظماء معاً لا تتحقق أحلام عظيمة بدون عظماء عندما يكون حلمكم عظيماً لا تعمل بمفردكم لا تعمل وحدكم كنيسة الحلم ليست عملاً منفرداً لذا مساء الغد سنجمع ثلاثين شخصاً لنكون برسامتهم للقيادة سنرسمهم لقيادة الخدمات وسنرسمهم للقيادة الرعوية ولمجالات مختلفة في الخدمة لماذا؟ لأنه إذا كان لدي حلم عظيم للأمم لا يمكنني تحقيقه بمفرد وهذا تحديداً ما يفعله الله الفريق العظيم يحقق الحلم العمل الجماعي العظيم يحقق الأحلام الكل يتعلق بالعمل الجماعي واختيار أعضاء الفريق وأصغر نسخة عن الأحلام العظيمة هي في علاقاتكم وزواجكم أنتم فريق أنتم فريق في علاقة الصداقة أنتم فريق في علاقة القيادة أنتم فريق إذن عزر أعاد بناء الهيكل الكاهن المعلم الذي قاد أبناء الله للعودة إلى الديار هو دعا الشعب إلى التوبة وكما كل قائد روحي عزر وضع أولويات عزر استرد التوراة وهذه خطوة هائلة في حياة إسرائيل هو استرد كلمة الله أتعلمون كيف أسمي هذا؟ هذان السفران هما سفران نهضة إذا أردتم المعرفة عن النهضة وكيف تكون النهضة في أمة اقرأوا هذين السفرين بقلب يسعي إلى معرفة حق الله فيهما لأنهما قد يبدو نجافين لن تروا كما في دانيال رؤا وأحلاما وجبال أسود وكل شيء لكن في هذين السفرين نرى من أعاد بناء الأسوار ومن أعاد بناء الهيكل هؤلاء القوم سأقول لكم أمرا أنا أطلب من القص كريس أحيانا أن يصلي للرجال فنحن نحتاج إلى رجال مثل الحامية رجال مثل عزرة في جسد المسيح فهما كانا رجلين مستقيمين وكانا من رجال الله وكانا أيضا من رجال الصلاة وكانا يتسماني بالترتيب والاحترام والسلطة لا تجدون رجالا مثلهما بسهولة في يومنا هذا للأسف أصلي أن يأتي أمثال عزرة ورحمية إلى كنيسة الحلم أصلي باسم يسوع المسيح أن يرسل الله أمثال نحمية وعزرة هنا إلى القيادة ليرينا ما يفعله الرجال الأقياء والنزهاء في القيادة في الكنيسة هؤلاء الرجال هم بلا عار هؤلاء الرجال هم بلا عيب إنهم خدام مستقيمون لله وكان الناس يحترمونهم ويصغون إليهم ويقديرونهم إنهم رجال عظماء إذن الليلة سوف أحدثكم عن إثنين من رجال الله العظماء وأريد أن تروا عن كثب أنهم يشكلون قدوة لحياتنا حسنا هذا وقت مؤثر جدا لله ولشعبه ما جرى هو أن إرميا تنبأ وفي آخر إرميا كل السلالة وكل ما أسسه الله الهيكل والقصر وكل ما أعطاه لسليمان جيلا بعد جيل بعد جيل تلاشى وهدم إذن الله بهدوء وبلطفه قال لشعبه أتعلمون لدي رحمة لدي نعمة لدي محبة لكن لا تتلاعبوا معي فإذا بدأتم بالتلاعب معي فإني سأبدأ بسحب بركاتي شيئا فشيئا من حياتكم وسيكون الأمر مكلفا وسوف يؤلمكم وسوف يعلمكم درسا مكلفا جدا تعلمون إذا كنتم أذكياء إذا كنتم أذكياء لا تهدروا وقتكم إذا كنتم أذكياء لا تهدروا مالكم إذا كنتم أذكياء لا تهدروا معاناتكم وإذا كنتم أذكياء وبارعين لا تهدروا بركات الله عبر التلاعب معه لا تهدر انذارات الله لدي مخافة لله ولدى مواجهة وضع ما أشعر دوما بصفة قائدة بأني أمام امتحان هل سأختار الله أم سأختار اكتساب شعبية وأول عقاب من الله هو خسارة الممتلكات وخسارة الازدهار وخسارة النفوذ ثم الجفاف والجوع والنقص في الطعام والأمراض والأسقام والدربات ومن ثم خسارة أرض الموعد والعيش في السبي تحت سيطرة الملوك الوثنيين والله يقول لهم هذه نتيجة عدم السلوك بجدية أحيانا أقول لمن يعملون لدي يجب أن تأخذوني بجدية أكبر إذا لم يفعلوا ما أطلبه منهم يجب أن تصغوا إلي فعلا وعندما لا يفعلون لا يؤثر الأمر على علاقتنا فحاس بل على راتبهم أيضا إذا ما يحدث هو أنه سيكلفهم الأمر ربما مركزهم أو عملهم لماذا؟ لأن هناك عواقب ثم تنبأ إرميا بسبعين سنة من السبي ثم بدأ السبي يحدث على مراحل في حياتهم والخروج كما نرى هنا ليست هذه نهضة فحسب إنه الخروج الثاني حسنا عزرى ونحمية كانا في الخروج الثاني عدا إلى الأرض لكن إذا أحصيتم عدد العائدين مئة شخص هنا؟ أربعة آلاف شخص هنا؟ ثلاثة آلاف شخص هنا؟ لدي صديق يهودي حاخام في إسرائيل سألته وسألني سألنا السؤال نفسه الله وعد إبراهيم بإعطائه نسلاً بعدد رمال البحر وبعدد النجوم في السماء هل تعرفون عدد النجوم في السماء؟ بحسب الناسة إذا أحصيتم النجوم واحد، اثنان، ثلاثة، كل ثانية تمر ثلاثة آلاف سنة ولا ينتهي العد تواصلون العد ولا تنتهون هذا عدد النجوم في المزمور 147 يقول الله أدعو النجوم بأسمائها أليس الأمر مذهلاً؟ أعرف النجوم بأسمائها لكني تحدثت مع ذلك الحاخام اليهودي ليس ميسيانياً بل يهودي سألته ماذا جرى؟ اليوم عدد يهود إسرائيل يجب أن يضاهي عدد سكان الصين والهند معاً يجب أن تكونوا نصف المسكونة ماذا جرى؟ فأجهش بالبكاء وقال ماذا جرى؟ ماذا تعتقدين؟ فقلت عدم الطاعة فبدأ يبكي عدم الطاعة يجعلكم تنقصون لكن عندما تطيعون فإنكم تنقصون ثم يزيدكم الله وهذا ما جرى هنا ما زال الله يرد شعبه والناس يأتون أربعة ألاف هنا مئتان هنا مئة هنا البعض منهم لا يريدون العودة لماذا؟ لأنهم في بابل أصبحوا أغنياء أصبحوا رجال أعمال فرفضوا العودة سنتحدث عنهم في سفر دانيال وحتى في إنجليمتة سأريكم أمور صغيرة مخفية هنا إذن نرى أن الله يضع نمط غير عادي في ذهن عزرى ونحمية وعمل هذان الرجلان كل على حدة لكن لاحقا سيعملان معا بوجب تعيين إلهي لمهمة عظمى وهذان سفر واحد نحمية وعزرى سفر واحد وهما غير منفصلين كاتبهما لا نعرفه لكنه نفسه الشخص نفسه وإذن ما يفعله عزرى هو أنه يرد لويين فبالنسبة إليه هذا ما أشعر بأننا نفعله هنا صح؟ غدا مساء سيجتمع نحو ثلاثين شخصا هنا لتتم رسمتهم لماذا؟ لأننا سنأتي بفريق من الرعاة سوف نضع الأساس معا أتعلمون ماذا قلت للرب؟ قلت يا رب لا أريد القيام بعمل في السنوات الأربعين المقبلة لا يأتي بثمر ويرعبني النظر إلا الأماكن والكنائس إنها تزداد في العدد لكن ثمر التلاميذ صغير شدا فقال لي ابدأي من الأسس تلمي دقادة ارسمي رعاة أطلقيهم وأرسليهم ومكنيهم ولا تقدمي عرضا منفردا على المنبر لا تفعل ذلك اجلبي أشخاصا اجلبي أشخاصا لا يستنزفونك ولا يرهقونك فينمو جسد المسيح هذا مهم جدا لا تشعروا بالتهديد إذا تفوق عليكم أحدهم في الوعظ لا تشعروا بالتهديد عندما تأتي الدكتور هنيشة مثل كرة نارية لهنا مثل إعصار من ناحية إلى أخرى لا تفعلوا هذا افرحوا وابتهجوا واحتفلوا بالقوي والممسوح والنبي والنبي والخدام هذا تحديدا ما يفعلونه إنهم يضعون أساسا يأتون باللاويين يأتون بالكهنة يأتون بالمرنمين يأتون بالعبيدين يأتون بالأفضل والنخبة التي يجدونها بالبقية أحيانا أحيانا يقول الله في البداية ستكونون مثل روبين هود ستبدأون بما في أيديكم بعض الناس سيكونون عاجزين عن حمل القوس والسهم لا يجدون خوض الحرب عليكم تعليمهم الحرب عليكم تعليمهم القتال عليكم تعليمهم ذبح شياطينهم عليكم تعليمهم إذا عزرى ونحمي أعادا البناء وحدث استرداد الاعتراف والتوبة الأسوار المادية ليست سوى عكاس للأسوار الروحية إذا هدمت الأسوار المادية فهي منهدمة روحيا يوجد الكثير لتطبيقه في كنيسة اليوم هل سبق أن كنتم في محيط؟ هل ذهب أحد إلى الشاطئ؟ هل رأى أحد المحيط في حياته؟ أشتن لم تره؟ إليزابيت أيضا سأستحبكم إلى الشاطئ يوم الماء وأقول لكم تعلمون ما يحدث حين تقصدون الشاطئ؟ تضعون منشفتكم في مكان ما تضعون منشفتكم تنزلون إلى الماء وتلعبون في الماء ثم تبتعدون صحيح؟ وإذا بقيتم هناك لفترة طويلة فعندما تخرجون من المياه ستبحثون عن منشفتكم ستقولون أين منشفتي؟ يجب أن تكون هنا ماذا جرى؟ لا تعلمون من أين انطلقتم وابتعدتم جدا عن نقطة الانطلاق إن جرفتم بعيدا فلم تعلموا من أين بدأتم هذا ما يجري مع المؤمنين هذا ما جرى هنا هؤلاء القوم جرفوا بعيدا عن الرب فلم يعلموا من أين انطلقوا وكان على عزر أن يرد إليهم التوراة علينا الذهاب إلى أسس كلمة الله إلى كنيسة عمال الرسل علينا العودة إلى العلية علينا العودة إلى كسر الخبز وإلى بساطة الأمور فأحدهم قال لي إذا دخل يسوع اليوم إلى كنيسة ما سيسأل أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ أخبروني ما هو هذا المكان إلى أين أتيتم بي؟ ونحن لا نريد ذلك لماذا؟ لأننا نجرفنا بعيدا ويجب أن نرجع إلى حيث بدأنا هاتوا المنشفة هاتوا المنشفة ارجعوا إلى النقطة الانطلاق لألا نخجل نحن جسد المسيح هذا تحديدا ما يفعله عزر هذا تحديدا ما يفعله نحمية كان لديهما شغف شغف لله شغف لم يهتم للكلفة لم يهتم للثمن ولا لأسلوب حياتهما كان آي الهجان بكلمة الله ليلة نهارا هذا ما يريد الله منكم أن تفعلوه هذا ما يريد أن نفعله وهو كلمني قال لي في ذلك اليوم فيما كنت أنظر إلى بيلار كلمني الله قائلا ستكون مثل النبية حنة هذا ما قاله والنبية حنة كانت في الهيكل ليلة نهارا في انتظار يسوع ومجيئه وفيما كنت أنظر إليها وهي تلوح برايات وهي أمينة جدا قال لي الله سأقيم نبيات مثل حنة يريد الجميع أن يكون أسير يريد الجميع ذلك يريد الجميع أن يكون سموئيل ودانيال وإليا لكني أحتاج إلى نبيات مثل حنة في الهيكل للصلاة والصوم ليلا ونهارا لا يوجد مجد هناك لا يوجد مجد شخصي هناك هذه هي النهضة هذه هي النهضة إذن الكلمة التي أود مشاركتكم بها هي أليا أتركوا البلدان الأخرى هذه هي الصهيونية الصهيونية الحقيقية أتركوا البلدان الأخرى وعودوا إلى إسرائيل هاجروا هذه آخر كلمة في الكتاب العبري أليا بحسب ترتيب العبري آخر كلمة في الكتاب المقدس العبري هي أليا إرجعوا 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 الله يقول لكم الآن إرجعوا إلى محبتكم الأولى إرجعوا إلى محبتكم الأولى إرجعوا إلى شهر العسل إرجعوا إلى شهر العسل ثم أقام مذبحاً وقدم ذبيحاً كتب العدو رسالة لأرتح ششتاً لتوقف عن البناء كانت إعادة البناء صعبة ومتقلبة وكانت تشوبها معارضة وإشكاليات وفوضى وزواج من أجانب وشتى أنواع المشاكل لكن ماذا فعل عزرة؟ أكمل العمل أترون؟ عندما تعلمون يقيناً أنكم في مشيئة الله لا تستسلموا أمام الصعوبات لا تستسلموا أبداً عندما تستسلمون فأنتم تقولون أن هذه لم تكن مشيئة الله لكم أساساً اسمعوا أناس كثر يستسلمون بدون أن يقودهم الله لذلك لأنهم وجدوا الأمر صعباً أو لأن الأمر يضايقهم أو لأن لديهم مشكلة مع السلطة بسبب جروحي الماضي لكن لا علاقة للأمر بدعوتهم وهذا الرجل بالرغم من صعوبة إعادة البناء لم يستسلم هؤلاء أشخاص لا يستسلمون بسهولة أتعلمون بمن يذكرونني؟ يذكرونني بجون ويسليز تعلمون في تلك الحقبة في تلك الزمن كانوا رجالاً مميزين جوناثن أدواردز هؤلاء القوم كانوا كتباً أنا أعتبر نفسي من الكتباً أقرأوا كلمة الله وأكلوها كل يوم من الصباح تذهبون إلى إسرائيل وتجدون كتباً يقرؤون كلمة الله من الصباح إلى المساء طوال اليوم عزر كان من الكتباً ولم يسمي نفسه نبياً لم يسمي نفسه رسولاً أو غير ذلك كان معلماً كان معلماً لكلمة الله هؤلاء القوم طوال اليوم لثماني ساعات عشر ساعات يتلون كلمة الله أقول لكم كما قلت سابقاً تكمنوا قوة في قراءة كلمة الله بصوت عالم هناك قوة في قراءة الكلمة إذا كنتم تخذون حرباً افتحوا كتبكم المقدسة على إشاية 61 مزمور 91 مية وتسعة وتلاتين مزمور 23 ابدأوا بقراءة المزمور مية وتلاتة المزمور 27 اقرأوا الكلمة عندما أخذوا حرباً يحنى 14 15 16 17 أقرأوها كلها بصوت عال إلى أن يختفي صوتي أقرأوها بصوت عال ثمت أمر آت إليكم وأنتم لا ترونه لكنكم تشعرون به اقرأوا كلمة الله بصوت عال هذا ما فعله عزر اقرأوا بصوت عال الصوت العالي لا يعني الصراخ وإنما صوتاً عالياً فهمتم؟ حسناً ليس عليكم الصراخ أنا أفتحها وأقرأها وأعلنها عزر أرسى تقليداً لأربعمائة سنة وبنى عزر كل شيء بترتيب أقول لكم في كل مجمع وكل هيكل وفي الكنيسة الأولى أيضاً يبدأون هكذا صلاة كلمة عبادة صلاة رسالة صلاة كل الشيء طوال ساعة يكرؤون كلمة الله أحياناً تأتون وتقولون قرأت 51 آية لماذا فعلت ذلك؟ عادة يعطونكم آيتين سأخبركم أمراً محزناً في أمريكاً في أمريكاً في أمريكا تقصدونها فتعلمكم كيفية تزرع كنيسة أؤكد لكم أن هذا ينجح ليس روحياً لكنهم يعلمونكم فهي منظمات هم يأتون إلينا وهم شرعيون يقولون لكم زرعنا هذه الكنيسة وهذه الكنيسة وتلك الكنيسة ولديهم مراجع إذا فعلتم ما نقوله لكم؟ الروح القدس الصغير الروح القدس الصغير إذا فعلتم ما نقوله لكم فنحن نؤكد لكم ونقدم لكم ضمانة أنه بعد سنتين سيصبح لديكم ألف شخص لكن افعلوا ما نقوله لكم ويعني هذا وأنا طلعت على برنامجهم فهم أثار فضول كراعية يقولون مدة الوعظ لا تتجاوزوا الخمسة وعشرين أو ثلاثين دقيقة في كل اجتماع يمكنكم قراءة آيتين يقولون لكم هذا وفي كل رسالة تشاركون فكرة من هذا وذلك وذاك ولا يجدر بكم أبدا مواجهة الخطيئة يقولون هذا لا تواجهوا الخطيئة أبدا ولا تدعو الناس لتقدم للتوبة واطبعوا كتيباتكم بالطريقة التي نقولها لكم ونكفل لكم سعادة المال وهكذا تنمو كنيستكم لكن هذا الرجل قال لا أبه لست هنا لأنمي الكنيسة لست هنا لأنمي المجتمع أنا هنا لأردي الله أنا هنا لأتلمذ الناس أريد تلمذة الناس لكي أعلم عندما ماتي أنهم سيذهبون معي إلى السماء لالجحين ماذا قال يسوع للفرسيين ويل لكم أيها الفرسيون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم عندما قرأت البرنامج الذي يقدمونه أول أمر أثقل قلبي هي مخافة الله ارتعبت عندما رأيت أمرا كهذا لكني أقول لكم حين تلتقون رجلا مثل عزرة إن تلتقون رجلا مثل نحمية عندئذ تدركون قيمة رجال الله في جسد المسيح نريد أمثال جوناثن أدوردز وأمثال جون ويسلي وأمثال شارلز فيني وسميث ويغلسورث ممن أصبحت ركبهم مثل ركب الجمال في حجرة الصلاة لم يعرفوا الراحة ولم يهتموا للطعام لم يهتموا للرفاهية ولم يعرفوا الملاذات فلننهد عندما نقيم صلاة شفاعية فلننهد هؤلاء الرجال فلننهد هؤلاء النساء هنا أنهدوهم تلك الكنائس لا تريدهم هي تتبع تلك النظم والبرامج نريد أمثال هؤلاء هنا لا بد من وجود عزرة لا بد من وجود نحمية تعالوا تعالوا الشعياء 61 يقول ويبنون الخرب القديمة يقيمون المحيشات الأول ويجددون المدن الخربة محيشات دور فدور ويقف الأشانب ويرعون غنمكم ويكون بن الغريب حراثيكم وكراميكم أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون هذا تحديدا ما فعله عزرة ونحمية ومن ثم عزرة عندما أعطاه الله رؤية أوجد له تدبيرا عزرة واحد حظوة غير مسبوقة على الإطلاق الله تكلم إلى قلب الملك الوثني ليبني الهيكل أعد بناء الهيكل أعد بناء الهيكل ثم نرى في عزرة عزرة تليتي زر بابل من سلالة الملوك الملوكية صفة مهمة هو حاكم يهوذا من سلالة داود وكان جده آخر ملك قبل النفي إذن جميع هؤلاء التقوا معا ليصنعوا فرقا هللويا وماذا فعلوا؟ أحب هذا بنوا مذبحا أول أمر فعلوه هو بناء مذبح إبراهيم بنى مذبحا نوح خرج من الفلك وماذا فعل أولا؟ بنى مذبحا حين تبنون مذبحا ما هو المذبح؟ إنه الصلاة الذبيحة كل الأشياء الأخرى تجتمع معا إذا بنيتم مذبحا ما نفعله في قاعة صلاة الشفاعة هو الذهاب إلى المذبح أولا والمصول أمام الله أولا وأنا أشكركم عن المشيء باكرا لفعل هذا لأن الأمر يبدأ من الأسس أتعلمون ماذا يجري؟ عندما يحدث كل شيء يبكي الناس ويدحقون في الوقت نفسه لماذا؟ لأن مشاعرهم تشتعل بصورة غير عادية لقد حزنوا كثيرا وقراءة كلمة الله تردهم إلى بداياتهم تردهم إلى نقطة الانطلاق ثم واجه عزراء معارضة وشكاية والتواء وتخريبا هو عالم مدرب جيدا ولديه غضب مقدس لكنه يدعو الناس إلى الاعتراف والتوبة وخصوصا إلى التخلص من كل نير غير متكافئ وبدلا من أن تؤثروا في الآخرين هم يؤثرون فيكم أرفضوا النير غير المتكافئ حتى في الكنيسة اليوم كنت أستمع إلى شخص يتكلم عن هذا الموضوع قال النير غير المتكافئ يعني أنكم تزوجتم ابن الشيطان وعندما تتزوجون ابن الشيطان عليكم أن تستعدوا لأن الشيطان يكون حماكم لبقية حياتكم هذا رهيب صح؟ ولذا يجب أن تتوخوا الحذر أنا أخص بالكلام شبيبة الكنيسة الكبار هنا من ستختارون لمستقبلكم؟ لا يكفي أن يقول الآخر إنه مؤمن لا أعرف ما يقصده الناس اليوم بقولهم إنهم مؤمنون أي نوع من المؤمنين أنتم؟ من أنتم؟ أعرفوا الناس يقولون إنهم مؤمنون ويمزجون العصر الجديد بالكتاب المقدس أين أنتم؟ عندما تقدم لي زوجي سألته 25 سؤالا فبدأ يتعرق يتعرق أعني أخضعته لامتحانات كثيرة لماذا؟ لأن القول أنا مؤمن ليس كافيا فحققت في خلفيته أجريت تحقيق جنائيا وكانت القائمة طويلة فهو من عصابات مدينة نيويورك إذن ثم اتصلت بمكتب الكنيسة أتعلمون ماذا قالوا؟ تعالي إلى الكنيسة وضحكوا لأني قلت للراعي إن أجريت تحقيق جنائيا حول خلفية القسريك وكان ارتكب جناية قيادة تحت تأثير المخدرات لكن الكل لديه ماضي لديكم ماضي لديكم ماضي هذا ما قاله الراعي تعالي وانظري إلى أدراجه فقلت أي أدراج؟ فقال تعالي وانظري إليها وهي كنيسة من خمسة آلاف عضو وقال أعطيناه مكتبا كاملا كمتطوع للخدمة لأننا لم نعلم أين نضع خزائنا الملفات وفيها استمارات عن قرعه أبواب الناس هو أكثر من قرع أبوابا في هذه الكنيسة كان يذهب بدون أن يرسله أحد كان يذهب طوال العطلة ويقرع الأبواب أيمكنني الصلاة من أجلك؟ وكان يبني أماكن للكبار في السن أترون؟ هذا قلب الخادم وكان هؤلاء يشددون على التكافئ في نير الزواج لأنهم جديون مع الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر